موسيقى 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 انهارت عدة خيم اسمنتية بعد هطولات مطرية في ريفي حلب وادلب لتكشف هشاشة البناء وعدم مقاومتها للظروف الجوية وكانت هذه الخيم قد بنيت لتكون بديلة عن الخيم القماشية وخاصة في فصل الشتاء فما هي الحلول أمام المهجرين نناقشه بعد هذا التقريب دمار جديد يلاحق المهجرين شمال غرب سوريا فبعد الهروب من قصف النظام تحطر حالهم في هذه المخيمات الاسمنتية التي من المفترض أن تكون ملاذهم الآمن في الشتاء البارد ولكنها تتساقط مع أول هطول للأمطار لتنهار معها أحلامهم ويدخل اليأس إلى قلوبهم أم علي تجلس متأملة ما يجري حولها غير مصدقة أن القدر يلاحقهم هنا بعد أن كشفت حبات المطر وهن بيتها وحولته ركاما لتسأل نفسها أين الملجأ ومن المعين هذه الليلة وهذه الليلة لأننا عرفنا كيف مطار السيول من تحتنا وأيش بنت أسألف لك طين ونشح وكتل كلها نهدت على العالم وهي نايمي هذه البيوت الاسمنتية شرعت منظمة إيها ها إلى بنائها لتكون بديلا عن المخيمات القماشية غير المقاومة للعوامل الجوية ولكن عيبه عدم وجود بنا تحتية تحمل الجدران لتكون أقوى الأمر الذي جعل من السيل المطاري تسبب من جراف التربة من تحت الكتل السكنية التي أحدثت تفسخات في الجدران ما أدى إلى انهيار بعضها وتهديد أخرى بالسقوط وكلها أتى عيال وأطفال وعالم الله يساعد كلها ياتا نطفشات ونسحات وعملات لكي تتقاوى منظمة الإيها ها بدورها عزت السبب إلى تجمع مياه الأمطار على ظهر العازل الذي سحب جدرانا نحو الداخل وحصول انهيار المبنى مشيرة إلى ضرورة رفع العوازل بشكل أفضل لمنع تجمع المياه فوقها الكلام الذي يخالف ما تحدث عنه المهجرون أن الانهيار ترجع أسبابه إلى طبيعة البناء وعدم وجود أساسات ربما مقدر على أهالي شمال غرب سوريا أن يعيش مرارة الشتاء بعد مطالبات من منسق الاستجابة بإيقاف مثل هذه المشاريع ودراسة أكبر لطبيعة الأرض وتحسين المواد المستخدمة في بناء الخيم الإسمنتية فهل ينتظر المهجرون شتاء آخر للحصول على مأوى؟ نرحب بالمشاهدين اللي ينضموا إلينا على البث المباشر على صفحة تلفزيون سوريا على الفيسبوك للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من ريف إدلي مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم السويد ومن مدينة أنطاكيا التركية محمد حلاج مدير فريق منسقوا استجابة سوريا مرحبا بالضيفين مرحبا بكم ما سأبدأ معك إبراهيم يعني الوضع الأهالي بعد أن وقعت هذه ربما يمكن تسميتها الخيام الإسمنتية كيف هو وضع الأهالي وما هي الأضرار كما عدد البنى الإسمنتية التي وقعت نعم بالفعل طبعا هو مخيم شهداء ترملا مهجرون من منطقة ريف إدلب الجنوبي تواجدوا في هذا المخيم بالقرب من الحدود السورية التركية بين بلدة تلعادة بريف حلب الغربي وبين بلدة قاح في ريف إدلب الشمالي في هذه المنطقة تحديدا وقعت 18 كتلة إسمنتية نتيجة هطول أمطار مكثفة منذ أيام على هذه المنطقة طبعا وقعت هذه الخيام هناك بعض الخيام غير مسكونة البعض الآخر يتواجد فيها عائلات في هذا المخيم طبعا كان هناك لنزوح من هذه العائلات إلى أقاربهم في نفس المخيم بالإضافة إلى مخيم آخر نتيجة انهيار هذه الكتل الإسمنتية من المعروف يعني انتشار هذه الكتل الإسمنتية في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا هنا على الحدود السورية التركية وهي كبديل عن الخيام أو الخيام المعدة من القماش وغيره طبعا تعد هذه الخيام أكثر أمنا بالنسبة للشتاء لكن ما حدث في هذا المخيم من انهيار الكتل الإسمنتية له عدة أسباب سنتحدث عنها في هذه المداخلة صحيح لكن هذه الكتل الإسمنتية بالفعل وقعت نتيجة هذه الأمطار المكتبة التي شهدتها هذه المنطقة شمال سوريا طيب يعني بالحديث عن الأسباب خلينا نتقل الأستاذ محمد حلاج أستاذ محمد نحن نقول كتل إسمنتية لأنها الحقيقة ليست بناء متين ومجهز كالبيوت هلأ واضح من الصور ومما قالته أيضا الإيهاها وكثير من المتواجدين أنه هناك ليس سقف إسمنتية هناك جدران فقط وعزل قباشي على السقف تجمعت الأمطار وسبب انهيار هل هذا ما حصل بالضبط أو هناك أسباب أخرى نعم بداية مساء الخير جميعا حقيقة دعني أتكلم قليلا عن واقع الكتل الإسمنتية أو الأبنية الإسمنتية في محافظة إدلب اليوم تشكل هذه المخيمات حوالي 8% من إجمالي المخيمات بشكل عام البلغ عددها 1293 مخيم تحديدا لو أتينا إلى موضوع الإنهيارات الإنهيارات حصلت في تجمعين التجمع الأول يعرف في اسم تجمع صوران العز التجمع الثاني هو مخيم شهداء ترملة اليوم في مخيم شهداء ترملة إنهارت 18 كتلة سكنية هذه الكتل هناك أيضا هناك كتل أخرى مهددة أو آلة للسقوط حوالي 50 كتلة موجودة ضمن هذا المخيم لو أتينا إلى الأسباب الإنشائية أو الأسباب الهندسية نلاحظ أن هناك ضعف في عمليات الترابط بالجدران الموجودة في هذه الأبنية هذه أول نقطة النقطة الثانية أن وضع العازل المطري أو ما يعرف في الشادر فوق البناء الإسمنتي كان بطريقة غير صحيحة كانت وضعت بطريقة مستقيمة كان الأولى وضع ما يعرف بالعلم الهندسي بالجملون المعدني يكون بشكل مائل ليسمح للهطول المطري بالسقوط على الأطراف وليس ضمن حمولة مركزة في المنتصف الذي يسبب سقل إضافة على هذه الأجدران النقطة الثالثة لو نظرنا أو إذا طلعنا على الصور الموجودة في الانهيار هناك ما يعرف باسم التراكب ضمن الأحجار الهندسية أو الأحجار البلوك الإسمنتي يجب تحقيقه هذا غير موجود ضعف الترابط بين الأحجار مما يعرف بالمونة الإسمنتية يجب أن تكون ضمن سماكة معينة بتركيبة معينة للأسف هذه غير موجودة لو عزينا الأسباب بشكل كامل إلى ماذا هناك أسباب عديدة أولا هناك سوء تنفيذ من قبل المتحدين أو المقاولين في المنطقة هذا السبب يعود إلى ارتفاع أسعار مادة الإسمنت في المنطقة بمقدار 20 دولار للطن الواحد يعني كان سابقا طن الإسمنت الواحد حوالي 44 دولار اليوم وصل السعر إلى 70 دولار ثم انخفض إلى 65 دولار هذه نقطة النقطة الثانية هناك أمور يجب وضعها ضمن هذه الكتل الإسمنتية كعمليات الكشوف للأبواب أو العتبات أو غيرها من هذه المصطلحات الهندسية يجب توفيرها في هذه الأبنية لكن غير موجودة ولاحظنا هذا الأمر الأمر الذي سبب أحمال إضافية على هذه الجدران سيد محمد نحن نتحدث عن كتل أو ربما ما يشبه المخيمات وليس عن أبنية أو حتى بيوت إلى أي مدى تلعب أيضا موضوع ما ذكر من قبل مدير المخيم ومن أشخاص أو مراقبون عن موضوع البنية التحتية التي كان أيضا لها دور في موضوع هدم هذه الكتل نعم للأسف هذا الموضوع أيضا هو موضوع آخر منفصل مرتبط بالتأسيس على أرضية معينة صحيح المخيم واقع على منطقة صخرية لكن هناك يجب تحقيق تركيب تراكب أساسات أو تركيب شناجات معينة لربط هذه الجدران مع بعضها للأسف هذه غير موجودة هذا الشيء أدى إلى تركيز الأحمال على عدة جدران بآن واحد بدل ما تنزل هذه الأحمال بشكل متوازن على الأساسات نزلت على تربية صخرية غير صالحة للتأسيس أدى إلى الانهيار وبالتالي البنية التحتية للمخيم غير صالحة للتأسيس يعني لا يكفي أن نكون لدينا تربية صخرية ليمكن التأسيس عليها يعني هناك مشكلة أساسا في البناء طيب إبراهيم الآن نحن ما زلنا في أول فصل الشتاء والأمطار يمكن أن تستمر أكثر ما هو مصير هذه الكتل؟ هل سيتم إصلاحها؟ ما هو مصير الأشخاص الذين كانوا يعويلون على أن يسكنوا فيها؟ نعم بالفعل تجولنا في مخيم شهداء ترملة وحصلنا على عدة إجابات من الأهالي هناك منشدات من قبل الأهالي لمنظمة الإهاء التركية ولمتعهدي البناء الذي قاموا بإنشاء هذا المخيم لا ردود حتى الآن من قبل هذه المنظمة هناك يعني كشف من قبل منظمة الإهاء على هذه القيام لكن حتى اللحظة ليتم إصلاح هذه الخيام الأهالي تعول على منظمة الإهاء طبعا منظمة الإهاء التركية قامت بإنشاء ألاف الخيام هنا على الحدود السورية التركية لكن هناك خلل واضح في هذا المخيم تحديدا هذا المخيم تحديدا حصلت فيه هذه الهدم للخيام في بداية فصل الشتاء الآن وأنا أتحدث هنا من مخيم المدينة المنورة على الحدود السورية التركية هناك 800 وحدة سكنية مثل هذه التي بنيت في منطقة شهداء ترمالا هذه الكتلة السكنية هنا متماسكة بشكل جيد نتيجة وضع طبعا صبات اسمندية تحت الجدران وتم بناء هذه الجدران وتم بناء وتم ربط العوازل القماشية بشكل جيد جدا هنا في هذه المنطقة مع بداية هطول هذه الأمطار هنا الأضرار خفت جدا سوى يعني دخول بعض المياه أو تسرب بعض من كميات المياه إلى داخل هذه الكتلة الإسمندية لكن لم يحدث حتى الآن أي ضرر في هذه المخيمات هناك خلال واضح في بناء هذا المخيم إبراهيم هل كان هناك رد من قبل الإيهاها؟ من هم من ذكروا أن هناك كان ردود تهكمية هكومية أو أن نحن لسنا المسؤولون حتى عن إصلاح هذا الضرر؟ بالفعل كان الرد التهكمي هو من متعهد البناء الذي قام ببناء هذه الوحدات السكنية التي انهارت لكن منظمة الإيها كان هناك كشف من قبل منظمة الإيها لكن حتى هذه اللحظة لا توجد أفعال على الأرض لبناء أو إعادة بناء هذه الكتلة الإسمندية التي سقطت في تلك المخيم طبعا الأهالي تنتظر حتى الآن ربما الرد الذي يكون حقيقيا ببناء هذه الكتلة المنطقة التي تم بناء أيضا في هذا المخيم هي منطقة جغرافية هي منطقة جبالية تحديدا عبارة عن جبل تم رصفه على شكل مدرجات لبناء هذه الكتلة تتحدث عن البنية وعن الأرض ولكن هناك بعض الكتل التي لم تسقط ما هي وضعها هل هي آيلة للسقوط أم الوضع غير سيء نعم بالفعل هناك تقريبا قرابة 50 كتلة أخرى طبعا مهددة بالسقوط نتيجة الأمطار حتى الآن هناك عوائل كثيرة بدأت تخاف من موضوع انهيار هذه الكتل وهناك أطفال ويتم من المعروف أن هذه الكتل تحوي على مادة البلوك والإسمنت ووقوع هذه الكتل فوق الأطفال ربما يسبب حالات من الوفاء وجروح كبيرة لدى الأهالي هناك هناك تخوف من قبل الأهالي من المعروف في الفترة الأخيرة بناء هذه الكتل هنا يعني ما تم بنائه في ذلك المخيم هناك ضعف في مادة البلوك تحديدا اليوم مادة الأسمنت بعد غلائها للكيس الواحد تقريبا ما يقارب الدولارين ونصف كهذا الكيس بحسب المعلومات هنا حصلنا عليها من متعهدي البناء في هذه المنطقة الكيس الواحد يعني ينتج قرابة المائة بلوكا لكن ما يتم إنتاجه في تلك المنطقة قرابة المائة وخمسين والمائة وخمس وسبعين يعني وهذا يؤثر على النوعية بالتأكيد طيب يعني إذا كان كما ذكرت وذكر أستاذ محمد حلاج هناك مشكلة إذن في التأسيس يعني في البنية التحدية هناك مشكلة أيضا ذكر أستاذ محمد عدة نقاط وعناصر لازمة للبناء والحقيقة أنه مدير مشروع مخيم شهداء ترملة من إيهاها المهندس نزيه الاصطليبي ذكر لموقع تلفزيون سوريا بأنه المنظمة تبني الكتل لكن المستفيد يتابع تجهيز البناء التحتية يعني أذكرت حضرتك أيضا هناك متعهد طيب ما هي الآلية التي يجب أن يتم به العمل وبالتالي من يتحمل المسؤولية لأنه واضح يعني المنظمة ليست هي مسؤولة عن كل عن البناء والتجهيز والتسليم وهناك مبلغ مالي أعتقد يدفع المستفيد أيضا صحيح بالضبط يعني ما يتم بناء المنظمة تتكفل فيها ببناء الجدار نعم يعني دعني أتواجه بالسؤال الأستاذ محمد حلاج كونه أيضا مهندس نعم صديقي فيما يتعلق في هذا الأمر لو تكلمنا بشكل واضح وصريح اليوم ليس الخلل كما تفضلت بموضوع المقدم من المنظمة الآن هناك خلل في موضوع المقاولين أو المتعهدين في المنطقة من حيث تنفيذ الأعمال الإنشائية لهذه المخيمات يعني اليوم عدة جمعيات تركية اليوم هناك كان خطة لتنفيذ حوالي 100 ألف وحدة سكانية في عدة مناطق من شمال غرب سوريا هذه أول نقطة النقطة الثانية اليوم لو كان هناك رقابة حقيقية على هؤلاء المتعهدين أو هؤلاء المقاولين بالمناسبة يعني المشاكل مع المتعهدين والمقاولين ليست فقط في خطة المخيمات ولكن هناك قصص قديمة وعديدة فيما يتعلق في هذا الأمر لكن اليوم يتطلب وجود رقابة يتطلب أيضا وجود مخبر مواد بناء لتحليل العينات الداخلة في عمليات التركيب الجمل الإنشائية الموجودة هذه أول نقطة النقطة الثانية هي تحليل المواد بشكل كامل ووجود رقابة أثناء عمليات التنفيذ يعني اليوم ما معقول كما تفضل الضيف الكريم كيس إسمنت يصنع 100 بلوكة اليوم المتحد ينفذ 150 أو 175 بلوكة من هذا الكيس ولكن هذا الشيء لو توفر رقابة دائمة على هذا الأمر كان من الممكن تفادي هذه الكوارث وللعلم لا يوجد حتى الآن سوى هطول مطري واحد وبالتالي أي هطول مطري آخر ممكن أن يتهدد المنطقة أو هذه المساكن بشكل أكبر ويصبح ضرر أكبر في حال كانت الهطولات المطرية بشكل أكبر في الفترة اللاحقة يعني بهذه المعطيات برأيك إلى أي مدى يمكن أن تصمد هذه الكتل؟ لا أتصور يعني فيما يتعلق في الكتل التي انهارت لا بديل عن إعادة بناء بشكل كامل من جديد وهدم المتبقي فيما يتعلق في بقية الكتل لا أتصور أن هطول مطري من نوع خلينا نقول فوق المتوسط أن يصمد أمام أي عاصفة مطرية اليوم يتطلب الأمر عادة دراسة كل هذه الكتل الإسمنتية بشكل كامل إعادة تدعيمها بالحد الأدنى إعادة تركيب على الأقل جملونات معدنية على الصقوف لتفادي الإنهيار السريعي يعني اليوم ممكن الجملون الذي يتم تركيبه يمكن أن يعطي هامش صغير لدقائق معدودة قبل الإنهيار لخروج العائلات الموجودة في تلك المباني كيف ومع من سيتم التعاون اليوم المنظمات التي تنفذ هذه المشاريع يتطلب منها في الوقت الحالي فرض وجود فرق مراقبة على المتحدين والمقاونين في المنطقة أو استبدالهم على أقل تقدير هذه أول نقطة النقطة الثانية هي إعادة الدراسة الإنشائية لهذه الكتلة وإعادة دراسة التصميم الموجودة حاليا لمنع أو لتفادي أي إنهيارات جديدة في حال تم الاستمرار في عمليات البناء طيب دعونا نتابع مع المشاهدين بعض تفاصيل إضافية عن هذه الكتلة الإسمانتية وإنهيار البعض منها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سأعود إليك إبراهيم يعني اليوم حكومة الإنقاذ مشرفة على عدة مشاريع في المنطقة ما الجديد وما المدة التي يمكن أن ينتظرها المهجرون لحل مشاكلهم خاصة في هذا الفصل القاسي؟ نعم بالفعل هناك إدارة المهجرين المتواجدة هنا في منطقة الشمال السوري ووزارة التنمية أيضا التي تتبع إليها هذه الإدارة هي تقوم بالإشراف على جميع هذه المخيمات هنا على الحدود السورية التركية هناك لجان تخرج إلى جميع هذه المخيمات وتقوم بعمل المشاريع وتقوم بعمل الكشوف والإشراف على المنظمات الإنسانية هنا من المعروف أن هذه المنظمات التي تقوم بإعداد هذه المشاريع تقوم برفع هذه المشاريع إلى حكومة الإنقاذ ثم يتم المصادقة عليها لبناء هذه المخيمات لكن حكومة الإنقاذ ما تقوم به هنا في منطقة الشمال السوري هو فقط الإشراف على هذه المنظمات والإشراف على عمل بناء هذه المنظمات لكن ما المعروف هنا في منطقة هنا الشمال السوري عندما يتم بناء مخيم يعني يتم استلام هذه الخيام من قبل المنظمة نفسها هذه المنظمة تقوم باستلام هذه الخيام في هذه المنطقة عبر كشوف وعبر لجان تقوم بالكشف على هذه الخيام عند انهيار تلك الأبنية والوحدات السكنية كان هناك لجنة كانت قد كشفت على هذه الخيام في وقت سابق وكشفت بشكل كبير عن تلك الخيام التي تم بناؤها الخطأ كان فادح من قبل متعهدي البناء بحسب الأهالي هناك وحتى هذه اللحظة لا توجد استجابة لا من قبل حكومة الإنقاط ولا حتى من إدارة المهجرين هنا فيها طيب وبتالي لا بد من إيجاد حلول أستاذ محمد حلاج أنت قلت أنه يجب إيقاف هذه المشاريع هل تقصد فقط مخيم شهد ترملة أم مشاريع أخرى وما الحلول البديلة في هذه الحالة إذا كنت تطالب بإيقاف هذه المشاريع نعم عزيزي أنا لا أطالب بإيقاف هذه المشاريع لكن أطالب بإيقاف التجاوزات الحاصلة ضمن هذه المشاريع يعني اليوم نحن ما معقول نحاول نحن دائما من ناشد أنه نطالع الناس من مفهوم الخيمة إلى البيوت السكنية تأمين حياة كريمة على الأقل لهؤلاء النازحين لكن اليوم المطلوب هو إعادة تدقيق الدراسات الإنشائية بشكل كامل لكل الأبنية السكنية أو كل الكتل السمنتية التي يتم تشيدها في المرحلة الأولى النقطة الثانية يعني اليوم نحن بدل من نعمر خمسين ألف شقة أو خمسين ألف وحدة سكنية لا خلينا نعمر خمسة وعشرين ألف بطريقة صحية بطريقة هندسية نظامية حتى نتخلص من هذه المشاكل أو هذه الكوارث اليوم في حال وجود جهة فعليا تقوم بتدقيق هذه الدراسات بشكل كامل بالإمكان الاستمرار في هذه المشاريع لكن الاستمرار في هذه المشاريع على وضعها الحالي غير مقبول نهائيا سيؤدي إلى كوارث لاحقة قد تكون غير محمودة العواقب يعني اليوم انهارت عدة كتل السكنية لكن في المراحل المتقدمة ممكن أي موجة هوائية تكون قوية في المنطقة ممكن أن تدمر أو تسقط جدار على عائلة بالكامل يعني تدفنها بشكل كامل هذه اليوم الحلول المتوفرة هي إعادة وجود مخابر مواد البناء للتطقيق على المواد الداخلي في عمليات التصميم وجود جهة مرجعية للتطقيق على الدراسات الانشائية ومن ثم يمكن أن نقول يمكن الاستمرار في عمليات البناء ولابد أيضا من وجود جهة يعني نحن اليوم نتكلم ليس فقط عن خسائر مادية يمكن أن يكون هناك خسائر في الأرواح من مسؤول عن هذه الأضرار إبراهيم نعم اليوم تفضل عفوا لا تفضل سيد محمد سؤالك إليكم نعم لو تكلمنا اليوم المسؤول عن هذه الأضرار الجميع يتحمل المسؤولية يعني اليوم لا نستطيع أن نقول أن هيئة الغاس الإنسانية التركية تتحمل المسؤولية بشكل كامل لكن هناك يجب عليها أو يفرض عليها وجود فرق مراقبة لتنفيذ العمال من المهندسين أو الخبراء الهندسيين لتنفيذ هذه العمال جميعا نعلم أن المتحدين والمقاولين يعني أنا آسف لهذا المصطلح يعني إذا بيكون بشيد منزلو بيسحب من المواد فما بالك اليوم هو ينفذ مشروعه يمشي يعني هذا الشيء يتحمل المسؤولية الجميع حقيقة يعني لا تستطيع أن أقول أكثر من ذلك نعم إبراهيم نعم بالفعل هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاطق الجهات المنفذة للمشاريع وعلى عاطق المنظمة ذاتها عندما يتم الإشراف بشكل مباشر على عمل هذه المشاريع وعلى المقاولين أو المتعهدين هنا في هذه المنطقة عندما يتم بناء ما يقارب تقريبا ما يقارب 200 وحدة سكنية في مخيم شهداء ترملة يجب أن يكون هناك مراقبة على عمل وبناء هذه الخيام ما شاهدته هناك بنائها على طربة هشة ولا يوجد حتى صبة إسمنتية تحت هذه الجدران العوازل ما أدى إلى انهيارة هناك عدة جهات تتحمل هذه المسؤولية المسؤولية الأولى تقع على متعهدي البناء ومن ثم على الجهة المنفذة وعلى المنظمة التي لم تشرح بشكل صحيح ربما على هذه المشاريع إذن لابد من وجود رقابة على طريقة التنفيذ تمنيتنا بالسلامة للجميع وبشتاء أن يكون جيد على أهلنا الساكنين في شمال غرب سوريا في المخيمات بشكل خاص شكرا جزيلا إبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من ريف إدلب وأيضا الأستاذ محمد حلاج مدير فريق مناسقه استجابة سوريا شكرا جزيلا لك كنت معنا من مدينة أنطاكيا التركية شكرا لكم مشاهدينا مكملين معكم فقراتنا فاصل ونعود